نفذت القوات الخاصة المصرية والعمانية التدريب المشترك قلعة الجبل والذي أجريت فعلياته في الفترة من الرابع وحتى الخامس عشر من سبتمبر الجاري بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية اجتمل التدريب على عدد من الأنشطة والفعليات التي تضمنت عقد مجموعة من المحاضرات النظرية في مختلف الموضوعات للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لكل الجانبين وتدريب على تنفيذ دوريات استطلاع الكماء والإغارة والتدريب على أعمال القتال في المناطق المبنية والجبلية وكذا تم تنفيذ عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة ومن مختلف الأوضاع واختتم التدريب بتنفيذ بيان عملي لاقتحام قرية حدودية من خلال القيام بتأمين المباني الحيوية وتطهيرها وإخلاء المصابين واستعادة السيطرة على المناطق داخل القرية ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات المشتركة كما يؤكد على عمق علاقات الشركة الاستراتيجية وتنسيق المشتركة والقدرة على التخطيط وتنفيذ للمهام مما يدعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين هذا وقد حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية